حيث ستشرع شركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في فتح خط جديد رابط بين مستغانم وبرشلونة بداية من الخامس جوان المقبل إلى غاية الخامس عشر سبتمبر ستضمن خلالها النقل المسافرين جزائرين نحو برشلونة الإسبانية ضمن 22 رحلة خلال الفترة الصيفية القادمة فتح الخط جاء بعد طلبات المتضاعفة لزبائن الشركة الوطنية كما أكدت مصادر مسؤولة في الشركة لتلفزيون النهار أنه سيتم فتح خط بحري آخر رابط بين وهران وبلدية عين تر في الخامس جوان القادم كذلك بباخرة تحمل أكثر من 140 مسافرين في كل رحلة وسيسمح هذا الخط لسكان وسياح وهران خاصة في الفترة الصيفية من تقليل متاعب الزحمة المرورية خاصة وأن طريق الرابط بين مدينة وهران وبلدية عين ترك تعرف ازدحاما مروريا خانقا في الفترة الصيفية